بين الرياض ومسقط ستكون جولة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي يحمل توصيات قديمة في مشروع جديد تعتمده المرحلة القادمة من المشاورات لكن هذه المرة يعزز حضور اسم وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري دأب المبعوث الأممي على محاولة إنعاش عمليات السلام المتوقفة يحمل ولد الشيخ مشروعا سياسيا للاتفاق بين الأطراف المتصارعة لم يفصح عن جميع بنوده سوى بند واحد تشكيل حكومة وحدة وطنية هو العنوان الكبير للجولة المرتقبة التي تبدأ من توصيات مخرجات مفاوضات الكويت وتهدف إلى إيجاد حل للأزمة القائمة وإيقاف الصراع العسكري الإنسحاب من المدن يبدو موضوع الخلاف في صيغة المشروع الجديد قبل أن يبدأ وبينما قالت المصادر إن الرئيس هادي وافق مبدئيا على إعلان هدنة لمدة 72 ساعة فإنه من المتوقع أن يعقد اجتماعا مع المبعوث الأممي خلال الساعات القادمة في عمق المشروع يشترط جانب الشرعية أن تبدأ الميليشيا بالإنسحاب من العاصمة صنعاء ومحافظات تعزوائب والبيضاء كمرحلة أولية يتبعها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتسليم الأسلحة إلى طرف ثالث محايد معارك تفاوضية سياسية لا تقل عن تلك التي تدور على الجبهات العسكرية حيث الوضع الميداني ما يزال مربكا لدى الجميع وإن كانت الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة في تعز ومأرب والجوف أعطت دفعات جديدة من الزخم الشرعية التي ربما ستذهب لخوض جولة جديدة من المفاوضات وفي قبضتها حزمة من الإنجازات تحققها في أفضل الظروف بمساندة طيران التحالف العربي الذي يبدو هو الآخر مستمر بقصف أهداف عسكرية للميليشيا بينما يتحدث تحالف الانقلاب عن تحقيق تقدم في العمق السعودي على الحدود اليمنية كالعادة إذن ستسير المفاوضات السياسية المرتقبة على وقع ما تشهده جبهات القتال من معارك فعندما يكون خصمك ميليشياويا انقلابيا يكون أقرب إلى التعايش مع الحرب لا السلام ترجمة نانسي قنقر